كهرباء عمل اللي عليه هو ملوش دعوة هو في صيد ولا لأ لأن ما ما تجيش تقول لي أصل بوز الجزمة واللحمر ولا زرق مهما هو اللعيب في الملعب ما بيحسبهاش كده هو جاب تلتة هداف تحسابه واحد يصلغاله اتنين ولو ضرب الجزاء يعمل ايه اي فرود في العالم اكتر من كده يعني انت لو 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 اللعيب المدافع ميل كده كان كهرباء عمل هاترك صح صح طيب راجل موجود والفعلية الهجومية موجودة ولكن هي دي بقى الحاجات اللي وعلي فكري يا اخي حاجة غريبة جدا السنتيمترات القاطلة دي مع النادي الاهلي بس معظم الاهداف اللي بتضغيلك يقول لك أسل الكتف ويجيب الجاكتة والكوب القميس يعني تبقى عمال شغال ما انتش عارف تفصل الاحمر عن اللازرق احيانا كل دي سوق بخت ده او او لحظة الرصد للوف سايد لان ما احنا مهما قلت لحظة خروجه كرة انت مش ممكن تحكمه او كده حتى الفار المواقف دي لانها مربوطة ببعض انت مركزينه بعدين بتبص هنا وانت بتعمل كده المواقف بتغير ايه فلا كهرباء فرود صاحب قرار راجل بي 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 عنده اصرار زي ما اقول وهو الفرود اللي هدف كده المكانش عنده اصرار وعنده صخف نفسه وعنده فكر ان يحطوا الكرة ازاي بيهدوء ازاي متوجهها ازاي كهرباء عنده اجوان من النوع ده مهم مفاش عشوائية انا ما زلت مش متخيل فكره في الجني اللي جابه في الهلال السوداني هنا برغم انه اصلا مش راس حربة يعني انت بتكلم على جناح تم نقله بس هو انت على فكرة الحدود دي ما بقيتش في كرة القدم كلاسيكية او كده راس الحربة التقليدي والمحطة والبتاع قدرات شاملة حتى طب قيم لميسي قيم الكريستيان هو راس حربة ها لا وهدف اي فرقة بيروح مهم فالمسألة مسألة ان الجون ييجي ازاي ده شغل فرقة مهم المتع بتكلم على الحالة الزهنية تفتكر حتة الحالة الزهنية لللعيبة مؤثرة على ضياع الفرص كل حاجة ده الحالة الزهنية هي كل حاجة عارف الحالة الزهنية هي اللي بتعورك هم التوتر يخليك يتسحب رجلك غلط يتمد رجلك غلط يتندفع غلط يتطلع لفاصل تطلع لفاصل لا تطلع بأصابة عضلية تمزق نتيجة التوتر والايدرنلين اللي بيضخ في الجسم بيضع في الاه ده كلام مهم جدا هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل